أنا يمكن وأنا بفكر في هذا المهرجان أو زي ما حياتك وصفته في هذا الموسم أو هذا الاحتفال الممتد على المدار تقريباً 45 يوم يمكن البعض شافه باعتباره شكل من أشكال التسويق السياحي أنا شفته شكل من أشكال تسويق المدينة ككل مش لأنها بس مجرد مدينة سياحية ولكن كمان وجهة استثمارية بشكل عام ووجهة للمعيشة إلى آخره خلينا نقول أن مؤكد اللي احنا شايفينه دلوقتي مش نتاج اللحظة لأ قبل سنوات هناك بنية تحتية تتعامل هنا فنادق عظيمة فهي مشروع مسبق لكن هنا بدأنا نرى الحصاد أو بدايات الحصاد بالأحرى أنه بقى فيه مثلاً مهرجان ضخم جداً بدأ يعلن عن نفسه بقى فيه أسماء عديدة موجودة وكل الأنشطة دي ليست قاصرة فقط على المصريين ودي عظمة مصر إنه لا موجود العرب موجودين وأيضاً دوليين بالعالم كله موجودين فدي الحقيقة يعني إيه توجه عظيم أنا هستأل حتى نرفع المايك كمان حسناً بقى هاند مايك وحاجات زي كده فلازم نقربها قدر الاستطاع لفت نظري مسألة إنه زي ما حتى قلت المسألة مش كمان مقتصرة على إنه ضيوف المهرجان ده أو هذا الموسم من المطربين أو الموسيقين هم بس المصريين ده مصريين عرب في حاجات عالمية زي عروض الأزياء وما إلى ذلك ليه أيها عشان دلوقتي أنت يعني مصر العظيمة دي لازم تحتوي كل شيء هي البقرة كويس فأنت عربياً لازم تكون موجود وبقوة وعش كده لو تبعنا الأسماء هنلاقي إن الجزء العربي وكلهم نجوم موجودين بقوة هتلاقي أيضاً الجانب الدولي لأن أنت بتخاطب العالم بإيه بفنك مصري مصرياً وعربياً وأيضاً بالعالم كله فهو عشان كده تعدد دوائر الإبداع وبالتالي الجمهور لأن المتلقي أيضاً عايز يشوف مصري وعربي وعالمي الطريقة ديها ستار في التسويق لو صح تعبير التسويق المكاني يعني التسويق لمكان أو التسويق السياحي أو التسويق الاستثماري أو التسويق العمراني كمان ده ما كانش موجود زمن خالص هي قواني مستطرقة يعني عايز أقول ما تقدرش تفصل حاجة عن حاجة لازم كلها تبقى بتوصل لبعضها يعني مش ممكن يبقى فيه مهرجان مثلاً أو تظاهرات بدون بنية تحتية قوية يعني إيه وجود كهرباء وجود طرق وجود فنادق وجود أبراج وكل ده كله لازم يبقى مع بعضه وده اللي حصل إن انت أمام يعني نشاط فيه كل متعدد الأوجه جيت هنا كم مرة؟ ترحاب بالحقيقة من كل المسؤول يعني طول ما انت معادي بتلاقي ناس بتلاقي حتى مش عارفينك بس أو يعني أيوا ناس بتقعد تسلم كده تسلم بتاعوا حاجات كده فيه حفاوة وفيه ترقب وأعتقد إنه اللي حشايفينه في اللحظات دي بيؤكد على قوت القادم إن شاء الله بيزن الله بيزن الله